اشتركوا في القناة والوحيد من الانواع الانسانية التي استطاعت ان تتواصل الى هذه الساعة بعد القضاء بالدمج او بالقوة على كل الانواع الاخرى الاقل تطور منها هذا النوع من الانسان الجريء الذي انطلق قبل 125 ألف سنة في هجرة طويلة دامت عشرات الآلاف من السنين من موطنه الاصلي افريقيا الى بقية بقع الكرة الارضية بحثا على موارد عيش افضل وحبه للاكتشاف والمغامرة وواصل انتشاره واليه تعود كل الشعوب والاعراق والاجناس الموجودة حاليا هذا الانسان الحديث هو الوريث الوحيد لكل انواع البشر التي ظهرت قبله وهو وريثها جينيا ولغويا ومعرفيا وهو يعتبر الاكثر تطور لغته تعود اليها كل اللغات الموجودة حاليا في العالم لقد تم القضاء على كل اللغات الاخرى بنفس الطريقة اما بالدمج او بالاضمحلال اذا من هذا الانسان سوف ننطلق لكي نعرف كيف تطور عبر التاريخ هذا الانسان الى ان وصل الى يومنا هذا قبل ان نتكلم عن التطور الحضاري للانسان الحديث العاقل الهومو سابين يجب ان نذكر مرة اخرى ان التطور مهما كان هو تطور على مراحل طويلة ومتتالية من جهة ومن جهة اخرى هو تطور ينطلق من فرد نحو المجموعة ومن مجموعة نحو مجموعة اخرى ومن مكان الى مكان اخر ومن زمان الى زمان اخر وهو سوى عبر الموروث الجيني او الموروث النقلي ولكي نفهم ذلك اضرب لكم مثلا احد الاشخاص في يوم من الايام في منطقة من المناطق يحدث شيئا جديد سوى كان جينيا او معرفيا هذا الشيء سوف ينتقل الى من حوله ثم يشمل كل المجموعة ثم ينتقل الى مجموعات اخرى وكل هذا يتم توارثه عبر الاجيال او احد الاشخاص يكتشف حركة او فعل يكون صالح للمجموعة فيتم اخذه ونقله تدريجيا حتى يشمل كل المناطق الاخرى ومن هنا يعتبر الانسان العاقل الحديث الوارث الطبيعي لكل المهارات التي كسبها انواع الانسان الذي قبله فهو يحمل موروث تراكمي عبر ملايين السنين سوى معرفيا او جينيا اذا نحن عبارة على خلاصة الماضي وقبل ان ننطلق في سرد تطور المعرفة عند الانسان الحالي يجب ان تعلم ايضا ان الانسانية قسمت تطور الانسان المعرفي الى عدة طرق ونذكر هنا اهمها فاطلق الانسان الحالي على كل المرحلة قبل ظهور الكتابة اسم ما قبل التاريخ واعتبر التاريخ الانساني يبدأ مع ظهور الكتابة كما اطلق على هذه المرحلة التي قبل ظهور الكتابة اسم العصر الحجري كما هناك من يطلق عليها ايضا الطفولة الانسانية ومن هنا سوف ننطلق في الحديث عن تطور المعرفة عند الانسان سوف نبدأ بالعصر الحجري او ما قبل التاريخ او الطفولة الانسانية عبر ملايين السنين عندما بدأ يظهر اشباه الانسان او الحيوان الانساني بدأ هذا الاخير نتيجة ظروف وعوامل داخلية او خارجية بكسب خصوصيات تجعله مميز عن بقية الحيوانات لو نظرنا الى كل الحيوانات بصفة عامة لوجدنا ان كل نوع من انواع الحيوان طور جانب معين على حسب ظروفه ووضعه من اجل البقاء فهناك حيوانات طورت النظر واخرى الشم واخرى وسائل الدفاع عن انفسها بالمخالب والانياب اما الانسان الاول اتجه نحو تطوير المهارات وخاصة استعمال يديه ومن هنا يجعله حيوان مميز في الاول اشباه الانسان كان يعتمد على جسمه فقط وما اعطته الطبيعة من اجل البقاء مثله مثل بقية الحيوانات ولكن كان اقل حظا في القدرة الجسمية من غيره من الحيوانات وهذا يجعل بقاؤه في خطر ويعرضه للفناء ولهذا اول ما بدأ اشباه الانسان من اجل الحفاظ على وجوده هو استعمال الادوات التي حوله من اجل الدفاع عن نفسه او الحصول على الاكل في الاول الانسان بدأ يستعمل كل الادوات التي يجدها في طريقه مثل العصي والعظام والحجر من اجل الصيد او من اجل الدفاع ومع صعوبة الحياة وكثرة المخاطر التي حوله وضعف بنيته الجسدية اضطر الانسان الى التطور في اتجاه استعمال يديه ومهارات من اجل حسن مسك الادوات التي ندافع عليها وتسمح له بالبقاء ولكن عبر ملايين السنين اصبح اكثر مهارة عندما بدأ يصنع ادواته الخاصة ونحت الخشب والعصي والحجارة والعظم وتركيب بعض الادوات مع بعضها واستعمالها كسلاح للصيد او ادوات دفاع ولكن الحدث الاكبر الذي غير تاريخ الانسان هو استعماله للنار اكتشاف الانسان النار وفوائدها غيرت حياة الانسان كليا وجعلته حيوان خاص مميز كليا عن بقية الحيوانات ويمكن ان نقول ان الانسان اصبح انسان عندما استعمل النار واستعماله لها بين تقريبا 800 الف سنة و500 الف سنة ومن هنا بدأ الانسان في مرحلة جديدة تم اكتشاف النار من طرف الانسان المنتصد امو ايركتيوس الذي ظهر منذ قبل 2 مليون سنة تقريبا في افريقيا والذي هو بدوره هاجر وانتقل الى اسيا واوروبا ويختلف العلماء متى اكتشف هذا النوع من الانسان النار ولكن يحددون ذلك بين مليون سنة الى 500 الف سنة في الاول كان يستعمل النار الموجودة في الطبيعة نتيجة ارتفاع الحرارة واشتعالها في الغابات او البرق ولكن مع الوقت اصبح قادر ان يشعلها لوحده استعمل هذا الانسان النار في الاول كسلاح تحميه من الحيوانات الاخرى ثم وسيلة للتدفئة عند البرد ثم لفطهي اللحم ثم تطور واصبح يستعملها لصنع الادوات مثل العصي لكي يجعلها اكثر حدة واكتشاف النار جعل الانسان اكثر اجتماعيا حيث حول النار يتم التبادل من بينهم يجتمعون ويتبادلون المعلومات وانتقلت هذه التقنية الى بقية انواع الانسان واخيرا ورثها الانسان العاقل الذي استعملها في عديد الامور منها في سقل المعادن مثل الحديد وغيره والى هذا اليوم تعتبر النار هي من الامور الاساسية التي يستعملها الانسان في حياته اليومية اذا اكتشاف النار كانت ثورة كبيرة غيرت مسير التاريخ اذا العصر الحجري هو اطول العصور البشرية يمتد على ثلاث مليون سنة تقريبا ينقسم هذا العصر الى ثلاث اقسام رئيسية القسم الاول والذي وقع في الفترة الجليدية الذي هو اطولهم ويطلق عليه العصر الحجري القديم يمتد بين اثنين او ثلاث مليون سنة الى ثلاثمائة الف او ميتين الف سنة هذا العصر لم يعرف فيه الانسان اي معتقد انطلق من افريقيا وعمر كل مناطق افريقيا تقريبا وهاجر الى اسيا واوروبا عرف بصناعة الادوات الحجرية مثل لهراوة والفأس الحجري والرمح واهم اكتشاف في هذا العصر هي النار اما من ناحية العيش فهو يعيش في مجموعات بشرية على شكل قبيلة وهو في ترحال مستمر بحث عن مورد الرزق يعتمد على اللقاط والصيد اما المرحلة الثانية من العصر الحجري يطلق عليه العصر الحجري الوسيط هذا العصر الذي بدأ بين ثلاثمائة الف الى ميتين الف سنة تقريبا وانطلق من افريقيا نحو كل العالم عرف احداثا كبيرة جدا خاصة بداية من 125 الف سنة وتواصل الى قرابة 60 الف الى 30 الف سنة على حسب المناطق طبعا يجب ان نعلم ان دائما الامور تتغير في منطقة قبل منطقة ثم تنتشر في بقية العالم في هذا العصر ظهر الانسان العاقل وعمر الارض وقضى على كل انواع الانسان التي هي اقل منها وورثها جينيا وعلميا ومعرفيا ولغويا في هذا العصر بدأت ظهور المعتقدات وخاصة قبل 100 الف سنة حيث عثر العلماء على اول الطقوس الدينية لدفن الموتة وبداية ظهور المقابر ضو علامات خاصة وفي هذا العصر بدأت ظهور القرى الصغيرة والتجمعات السكنية وعرف الانسان السكن في الكهوف اولا ثم بناء الخيم والبيوت الصغيرة جنب الكهوف وبداية تكوين القرى في هذا العصر ظهرت اللغات المختلفة وبدأت الرسوم في الكهوف والفن تقليدا لرسوم حيوانية او انسانية وفي هذا العصر تطورت الاسلحة وصنع القوس والسهم والقارب خاصة بداية صناعة القوارب والبواخر الصغيرة كما انه بدأ النحت في الرخام والنحت في الحجر اصبح اكثر دقة واكثر تميز كما بدأ في صنع الدماء والتماثيل للحيوانات والبشر وفي هذا العصر بدأ الانسان يصطاب السمك وبناء المواني الصغيرة وتغيير طريقة الاكل واستعمال مواد جديدة وظهور ما يطلق عليه الاكلات وخاصة بداية تجيين الحيوانات كما القط والكلب والحصان والمواش وفي هذا العصر بدأت تظهر الصناعات الفنية كما القلادة والشركة وغيرها للتزين وتطور الملابس طبعا وبدأ الانسان يستعمل ملابس اكثر تطورا واكثر جمالا وهذه التغيرات وقعت خاصة في منطقة الشرق الاوسط وجنوب اوروبا وشمال افريقيا يعني هذه هي المنطقة التي كانت متقدمة على كل المناطق الاخرى من ناحية التطور والحضارة وهكذا تقريبا من بين 60 ألف و30 ألف سنة انتهى العصر الحجري الوسيط الذي كان عصرا جدا مهم بالأحداث والتطورات حيث عرفت المرحلة من بين 150 ألف سنة هي أكبر مرحلة صنعت فيها أدوات حجرية والتطورات كانت جدا مهمة حيث أصبح الانسان الحالي هو السيد الأول فوق هذه الأرض هذه الفترة لم تعرف حروب بين الانسان العاقل لأن كان همه الوحيد هو محاربة الانسان الأقل تطور منه ومواجهة الطبيعة وحيث كل مجموعة أخذت منطقة معينة وجعلت لها حدود وبدأت تتكون الشعوب والتجمعات البشرية وهكذا تنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الأخيرة من العهد الحجري ويبدأ العصر الحجري الحديث الذي هو أقرب العصور إلينا ورغم أنه من أقرب العصور إلينا إلا أنه من أعقد العصور لأنه عرف حضارة شفاهية لم تصل إلينا ولا نعلم عنها شيء هذا العصر هو مقدمة لبداية التاريخ حيث أن التاريخ يبدأ مع ظهور الكتابة قبل 8000 سنة تقريباً ولكن هذه الكتابة لم تظهر صدفة وإنما كانت لها مقدمات طويلة وتطورات أدت إلى ظهورها لاحقاً نحدد بداية هذا العصر بين 60 ألف سنة و30 ألف سنة على حسب المنطقة الجغرافية طبعاً ونهايته تدريجياً بين 14 ألف و 12 ألف سنة هذا العصر جداً مهم لأنه يعتبر المقدمة لكل ما سوف يظهر بعد ذلك من حضارات ومدنية إذن سوف نلخص الإنجازات العظيمة التي ظهرت في هذا العصر هذا العصر الحجر الحديث كما قلت جداً معقد هناك العصر الحجر الحديث العلوي الذي هو قبل تقريباً 12 ألف سنة وهناك العصر الحجر الحديث السفلي الذي هو بعد 12 ألف سنة والذي أدى إلى ظهور الحضارات البدائية التي نعرفها اليوم والتي تطورت ووصلت إلى ما وصلت إليها التحول الكبير الذي حدث في العصر الحجر الحديث العلوي هو أن الإنسان بدأ في الاستقرار الفعلي والعيش في مستوطنات سكنية التي أدت إلى ظهور المدنية ولكن قبل ذلك وفي هذا العصر الحجر الحديث العلوي عرف الإنسان الفن الحقيقي الذي يظهر في الرسومات على الحجر بالألوان ويتمثل في بداية الكتابة ولكن في الأول على شكل الرسوم ثم علامات ثم ظهرت الحروف وهذا ما سوف نعرفه من بعث كما أن هذه الفترة عرفت تبدل كبير في المناخ وارتفاع في درجات الحرارة قبل قرابة 40 ألف سنة وهذا أثر تأثيرا كبيرا على حياة الإنسان والذي استطاع قبل 30 ألف سنة من السيطرة كليا على أوروبا والانتهاء من الإنسان النيدرتال أما قبل 15 ألف سنة استطاع الإنسان العاقل أن ينهي تقريبا آخر إنسان بدائي في جنوب آسيا وأصبح الإنسان العاقل هو السيد الأول في آخر هذه المرحلة من العصر الحجري العلوي أصبح الإنسان أكثر تطور مع ظهور شبه المدينة خاصة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وذلك كله يدور حول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب آسيا ونهاية هذا العصر الحجري العلوي بين 15 ألف إلى 12 ألف سنة يمكن أن نقول دخلنا في عصر الحجر الحديث السفلي الذي سوف يعتبر المقدم الحقيقي والفاصل في بداية الحضارة الإنسانية التي نعرفها اليوم إذن هذا هو تقريبا المرحلة التي قلنا عليها إنها غامضة ولكن جدا مهمة ورغم إنها ليس لنا معلومات كثيرة عنها ولكن يمكن أن نفهم التطورات المرحلية على عشرات ألاف السنين الذي أدى إلى ظهور العصر الحجر الحديث السفلي الذي أدى إلى ظهور الحضارة الإنسانية إذن ما خفى عنا في العصر الحجر الحديث العلوي يظهر لنا واضحا وجليا في العصر الحجر الحديث السفلي الذي يمكن أن نقول إن بدايته كانت قبل 15 ألف سنة التطور هي قاعدة طبيعية ليس في الكون فقط وإنما في ظهور أي شيء مهما كان سوى فوق الأرض أو خارج الأرض التطور لا يشمل فقط الكون الجامد وإنما يشمل أيضا عالم الحياة ويذهب إلى عالم الإنسان الذي تطور عبر العصور ويشمل التطور أيضا كل ما يخص الإنسان من معرفة وعلم وتجربة وخبرة قانون التطور هي القاعدة التي يقوم عليها كل شيء فكل من لا يتطور يتأخر بطبعه وكل من يتأخر يذمحل يجب أن نفهم هذه القاعدة الأساسية حتى في حياتنا اليومية إذن سوف نفهم أكثر ما حدث في العصر الحجر الحديث العلوي عندما نعلم ما ظهر جليا في العصر الحجر الحديث السفلي حيث أن هذا العصر حذر وتطور من أجل ظهور العصر الحجر الحديث السفلي نكتفي في هذه الفيديو إلى هذا الحد حيث وصلنا إلى قرابة قبل 15 ألف سنة وهو تاريخ جدا مهم بالنسبة للإنسان العاقل حيث أصبح هو الوحيد المعمر للأرض وفي الفيديو القادم حيث ننطلق من هذا التاريخ وسوف نتكلم عن ظهور بداية الحضارات الإنسانية والشعوب وهكذا انتهينا من مرحلة الطفولة الإنسانية وسوف نبدأ في الفيديو القادم دخول الإنسان مرحلة المراهقة التي نحن الآن في آخرها وشكرا على متابعة الفيديوات والتوزيع ومعا فيديو قادم وبسلمة اشتركوا في القناة